لا يكاد عام دراسي يبدأ أو يشارف على نهايته حتى تبدأ إضرابات الأساتذة أحتجاجا على حرمانهم حقوقهم المكتسبة وآخرها سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت منذ حوالي سبعة أشهر ولهذا السبب كان أعلن الإضراب في 25 و 26 من الجاري وصولا إلى الإضراب المفتوح أنا أقول بأنه في حال توقع صدق هذا الأمر هناك كارثة وانتفاضة شعبية ستحصل فورا دون سابق انظار لأن لبنان مر بأزمة أكبر من هذه الأزمة التي نعيشها اليوم في حرب أهلية وغيرها ولم يتوقف رواتب أي موظف يعني فيه اعتماد محيوز للموظف على مدى عام على مدى سنة مالي إذا عاب يقولوا ما فيه صح ما فيه أموال يعني هناك اختلاس من أموال الموظفين نقلت إلى مكان آخر حيث تجري المحاصصة زاد الطيم بلي أنه عملوا سلسلة رواتب جديد للقضاء للجامعة اللبنانية وبالتالي أصبحوا المعلمين بأسفل السلم بالبلد أنه يكون المعلم بأسفل السلم الاجتماعي بالبلد هذا وضع منه مقبول أبدا مطلوب من الحكومة اللبنانية ووزارة المالية بالتحديد تفرج عن سلسلة الرتب والرواتب سريعا أنا بتقديري إذا الحكومة خلال الأسبوعين ما هتحل مشكلة سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين رايحين على عام دراسي بدون نهاية وبدون امتحانات وبدون شهادات الأساتذة الثانويون المشاركون في الإضراب أيضا يصرون على الحصول على حقوق تربوية برفع مستوى أستاذ التعليم الثانوي إلى جانب الحقوق المنتية أقروا سلسلة الرتب والرواتب لأساسة الجامعة اللبنانية وكان نحن تاريخيا على مدى نصف قرن من الزمان الفارق بيننا وبين أستاذ الجامعة ست درجات وهذا شي طبيعي لأنه في مستويات بالتعليم الآن صار الفارق 52 درجة هذا شي غير معقول لذلك عم نقول ما تخلونا ما تدفعونا ما تدفشون هدفش للتصعيد العام الدراسي بات على المحاك ومعه الامتحانات الرسمية فهل يستجيب المعنيون قبل أن يتأزم الوضع وقبل أن يصبح مستقبل الطلاب في مهاب الريح